السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن نرجع ونتابع السلسلة نفسها اللي فيها كل الخطوات من التقليم الأساسي إلى لما قطعنا الجذور وكذا ممكن نتابع السلسلة اللي أيضا رح يطلع الرابط لها عموما اللي صار فترة بعد ما حطيناها في التربة الجافة اللي كتاب بيها تردت أسس جذورها اللي كان يصير لأن قطعناها بشكل مسطح كنت كلما أحطها في التربة مع أقل هوا أو رياح أو كذا النبتة تطيح براع أو تسقط براع التربة والأصيص والتم كذا يوم ما أنتبه لها خارج الأصيص فاللي سويتها أني تبتت النبتة داخل الأصيص بقطعة من السلك المعدني وراح أراويكم عن قرب اللي سويتها والآن بديت أن أغذي النبتة بالنبتة صار لي سبوعين بديت أغذيها بالن بي كي وراح أراويكم أيضا التطور اللي بدي يصير في الأغصان ومن النمو جديد فالحمد الله هذي يبين لي أن النبتة بدت ترجع تنمو وجذورها بدت ترجع تنمو من التربة فهذه راح أتركها مدة طويلة في الأصيص ما راح أحركها ما راح أقلم جذورها بالعكس راح أتركها بدون تشكيل بدون أي شيء على أساس ترجع قواتها وعافياتها وترجت تنمو وتثبت روحها ولكن راح أراويكم اللي سويتها عن قرب أكثر الطريقة اللي ثبت فيها النبتة في الأصيص اللي هي أني خدت قطعة سلك طويل وسلكت السلك من هذه الفتحة إلى هذه الفتحة ولكن على أساس لما أربط السلك هنا ما أسبب أي جروح في النبتة لبست السلك قطعة من أنبوب اللي استخدمتها في نظام التقطير اللي راويتكم يا في الفيديو اللي قيمنا في فعالية الجهاز التقطير الأوتوماتيكي فقطعة بلاستيك بس أو قطعة أنبوب على أساس بس ما أجرح النبتة لما أربط النبتة فالواير ممكن أنه يقطع داخل النبتة ويسبب جروح مستقبليا منظر هيكون شوي قبيح أو شكلها غير لائق فهذه بس على أساس أتفادم مشكلة تثبيت النبتة وسقوطها مع الهواء فهذه راح ينشال بعد فترة وراح أراويكم تطور النمو اللي في النبتة من فوق فمثل ما احنا شايفين عندي هذه الأطراف اليديدة بدت تطلع عبرها جديدة فمعناتها النبتة الحين بدت تترد تنمو تقريبا كل الأطراف قاعدة ترجع تنمو وترد تطلع عوراق جديدة وفي تفرأ في بعض خيوط شبكة عنكبوت موجودة حاليا راح أتركها ما راح ما راح أغالج الموضوع قد يكون عنكبوت طبيعي قد يكون عنكبوت عادي اللي هو يعتبر حشرة مفيدة ما راح أتدخل في النبتة أو أرشها لأنه نموها طبيعي حاليا ونموها صحي الحمد لله فما راح أرش ما راح أسوي أي شي فراح نتابع إن شاء الله نمو النبتة وتطورها ومثل ما قلت راح نخل الحين أطلعها من الظل وحطها في مكان تحصل شمس على أساس أن تقدر تستوعب طاقة ونموها ينشط مرة ثانية بما أنه الحين تأكد إنه الحمد لله تعافت وبدت تنتج أوراق جديدة في كل مكان ما راح أقلمها حاليا راح أتركها تنمو بشكل تنطلق تتعافئ وإن شاء الله بعدين راح نتابع النمو مستقبليا راح نشوف إذا إن شاء الله الموسم الياي إذا الله أحيانا نقلمها أو نتصرف إياها حسب نموها ولكن ما أبغى أسوي فيها أي شيء جادري فهذه مجرد متابعة العدنة وتقليم جذورها اللي صار والتطور اللي صار معاها في الفترة الأخيرة فأتمنى أن استفدتم من هذه الفيديو السريع والبسيط وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار بخصوص العدنة أو أي موضوع ثاني ممكن تتركونا في قسم التعليقات وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بسرع وقت ممكن وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي يعي في أمان الله